اكد سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية أن القمة العربية التي صدفتها مملكة البحرين مايو الماضي خرجت بنتائج ومقررات بناءة اكدت انتزام الدول العربية بتحقيق السلام العادل والمستدام في الشرق الأوسط ومساندتها التامة لحق الشعب الفلسطيني في الحرية والكرامة وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة ذات السيادة جاء ذلك في كلمة سعادة وزير الخارجية التي يلقاها في الاجتماع الوزاري لحوار التعاون الاسيوي الذي عقد اليوم في طهران برئاسة معالي الدكتور علي باقري كني وزير الخارجية المكلف بالجمهورية الاسلامية الايرانية التي تتولى رئاسة المنتدى في دورته الحالية وبحضور اصحاب المعالي والسعادة وزراء الخارجية في الدول الاعضاء في المنتدى وقال سعادة وزير الخارجية إن القمة العربية تبنت عددا من المبادرات التي تقدمت بها مملكة البحرين الداعمة للحقوق الفلسطينية ودعت لعقد مؤتمر دولي للسلام في الشرق الأوسط تحت رعاية الأمم المتحدة لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ودعم الاعتراف الدولي بها وغبولها عضوا كامل العضوية في الأمم المتحدة فضلا عن توفير خدمات التعليم والرعاية الصحية الأساسية للمتضررين من الصراعات بالتنسيق مع المنظمات الدولية مشيرا إلى أن دعم دول حوار التعاون الأسيوي لهذه المبادرات أمر حيوي لضمان نجاحها وأشار سعادة وزير الخارجية إلى أن مملكة البحرين ترأست حوار التعاون الأسيوي خلال الأعوام 2021-2023 تحت شعار التعافي المستدام ما بعد الجائحة حيث تمكنت الدول الأعضاء من تجاوز التحديات التي فرضتها تلك الأزمة العالمية معربا عن التطلع إلى مرحلة جديدة يتعزز فيها التعاون الاقتصادي والتجاري وتبادل الاستثمار لتحقيق تطلعات شعوب الدول الأعضاء إلى السلام والاستقرار والازدهار والتنمية المستدامة وقال سعادة وزير الخارجية أنه لتحقيق التعاون الاقتصادي والثقافي الذي نطمح إليه يصبح من الضرورة توفير البيئة الآمنة والمستقرة الخالية من الصراعات والنزاعات والحروب والتي تتميز بالثقة بين دولها والرغبة الجادة في التعاون والعمل المشترك على كافة المستويات وأكد سعادة وزير الخارجية أن مملكة البحرين تؤمن إيمانا راسخا بأن السلام الشامل والعادل في الشرق الأوسط يشكل ضرورة استراتيجية للأمن والاستقرار والازدهار الإقليمي بما يعود بالنفع على جميع شعوبنا وسوف يخلق هذا السلام البيئة الآمنة اللازمة لتحقيق أهداف حوار التعاون الآسيوي بنجاح ويناقش المنتدى خلال اجتماعه عددا من القضايا والمسائل المتعلقة بتعزيز التعاون المشترك بين الدول الأعضاء في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية والسياحية والتعليم والموارد البشرية والعلوم والتكنولوجيا والابتكار والأمن الغذائي والمائي والطاقة والتنمية المستدامة الشاملة اشتركوا في القناة